بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد مع سلتكم واستفساراتكم في برنامج فتوى ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على سلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء أهلا ومرحبا بسماحة الوالد حياكم الله وبرك فيكم هذا يقول أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة والمستفاد منها في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذه الآية نزلت في سؤال الميت إذا وضع في قبره فإنه يأتيه ملكان منكر ونكير فيقعدانه تعاد روحه في جسده فيسألانه من ربك وما دينك وما نبيك فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وأما المنافق والمرتاب فإنه يتحير في هذا إذا قالوا له من ربك يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من نبيك ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وما دينك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا تليت فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات والعياذ بالله نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ هل يسمع أهل القبور من بجوارهم لأنني قرأت بأنهم يتزاورون ويحس بعضهم ببعض الله أعلم هذا من أحوال البرزخ ولا نعلم إلا ما دل الدليل عليه نعم ورد شيخ بأن المؤذنين أطولوا أعناقا يوم القيامة نعم ورد في الحديث الصحيح أن المؤذنين أطولوا الناس أعناقا يوم القيامة ونزل فيهم قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذه الآية نزلت في المؤذنين ففي ذلك دليل على فضل الأذان ولهذا قال عمر رضي الله عنه لو لا الخلافة لأذنت نعم له فقر عن آية في قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق هذا السحر هذا السحر والعياذ بالله فالساحر كافر بدليل هذه الآية ولقد علموا أي السحرة لمن اشتراه يعني استبدله لغيره وجعله مهنة الله وحره ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب فدل على كفره لأن المؤمن له نصيب في الآخرة وأما الكافر ليس له في الآخرة من نصيب نعم أرسل الأخ أبو عباد هذه الأسئلة عن القدر يقول يحدثني الشيخ صالح جزاه الله خير عن ما هي مراتب القدر مراتب القدر أولا القضاء به من الله جل وعلا ثم كتابته في اللوحي المحفوظ ثم وقوعه ووجوده نعم يسأل أيضا عن فقرة أخرى عن التقدير العمري والتقدير الحولي ما هو تقدير العمري يكتب في جبين الجنين وهو في بطن أمة ما قدر له وهل هو شقي أو سعيد يكتب عمره وأجله وشقي أو سعيد يكتب ذلك في جبينه يكتبه الملك نعم له فقرة أخرى يقول يا شيخ كيف نجيب على المخالف إذا احتج بالقدر نجيب عليه بأن الله أمرك ونهاك ولو كان القدر حجه ما صار هناك أمر ونهي وتشريع فهناك قدر وهناك عمل للإنسان واختيار للإنسان يفعل الخير هو الشر بقدرته وإرادته فهو مسؤول عن عمله وعن ما صدر منه لأنه فعله باختياره وبقدرته عليه نعم أخيرا يقول يا شيخ ما هي فوائد الإيمان بالقضاء والقدر فوائد الإيمان بالقضاء والقدر طمأنينة إذا آمن المسلم بالقضاء والقدر يطمأن ولا يتأثر عند المصائب والنوازل ولا يفرح عند وجود النعم فرحا يطغيه لأنه يؤمن بالقضاء والقدر قال تعالى وأبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نعم أبو إبراهيم له سؤالان السؤال الأول يقول شيخ ما هي أفضل الأنساك وإذا أخذ الإنسان بأحد الأنساك في حجته الأولى هل تقبل الأنساك الثلاثة تمتع وهو أن يأتي بالعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج وعليه الفدية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا التمتع هو أفضل ثم القران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا تدخل العمرة في الحج وعليه ما على المتمتع من الفدية عليه الفدية مثل المتمتع لأنه متمتع لأنه أتى بعمرة وحج لكنه أتى بهما بنية واحدة ولم يفصل بينهما نعم في الآن يا شيخ الكريم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب هذا يندق أيام الساعة ينزل الله جل وعلا ينزل الله جل وعلا إلى الأرض وتشرق الأرض بنوره سبحانه وتعالى إذا جاء لفصل القضاء بين عباده فإنا تشرق الأرض بنور الرحمن سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم أبو خالد يا شيخ صالح يسأل عن كتاب أضواء البيان أضواء البيان هذا كتاب تفسير لشيخنا الشيخ العلامة الإمام محمد الشنقيطي نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا أحد الإخوة يقول تصفيد الشياطين في رمضان هل هو حسي أم معنوي معنوي تصفد الشياطين عن المؤمنين حتى يتفرغوا للعبادة وقيام رمضان وأعمال الخير تصفد عنه أما الأشرار فإنها تطلق عليهم والعياذ بالله في رمضان وفي غيره نعم إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة نعم حديثي شيخ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذا حديث صحيح يدل على فضل حسن الخاتمة بأن يقول المحتضر لا إله إلا الله ويموت عليها وإذا قالها وتكلم بعد ذلك تعاد عليه ويلقا لا إله إلا الله عند الاحتضار حتى تكون آخر كلامه فيحصل على الوعد الكريم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نعم يقول أرجو أن تقف مع الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون نعم يقول الله يخبر الله جل وعلا أنه أنزل الذكرى القرآن وأنه تكفل بحفظه من التبديل والتغيير لأن القرآن تكفل الله بحفظه وأما الكتب السابقة استحفظ عليها أهلها ضيعوها وحرفوها نعم كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يعني اليهود والنصارى نعم هذا يقول يا شيخ قول الصحابة رضوان الله عليهم عن أبي بكر فعجبنا منه يسأله فيصدقه نعم هذا جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه في صورة رجل دخل عليهم بصورة رجل قالوا دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على ركبتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان وكل ما أجابه قال له صدقت وهو يريد أن يعلم أصحابه أن يعلم أصحابه بذلك ولهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجي هذا الذي دخل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم نعم يقول أرجو من الشيخ أن يحدثنا عن صفة الوحي وعن كيف كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ينزل على الرسول بواسطة جبريل عليه السلام فيعلمه علمه شديد القوة علم النبي صلى الله عليه وسلم شديد القوة وهو جبريل عليه السلام نعم له فقرة عن أصحاب السبت يقول من هم أصحاب السبت من اليهود طائفة من اليهود الذين حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت فحفروا لها الحفر ونصبوا لها الشباك فصارت تقع في هذه الحفر يوم السبت وتمسكها الشباك ثم يأخذونها يوم الأحد ويقولون نحن ما صدناها صادتها الشباك احتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى فالله مسخهم قردة وخنازير نعم يقول في الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هل هذا يا شيخ صالح من تمام كلام الخليل عليه السلام أم أنه كلام مستأنف الله أعلم يخكم أنه هو من كلام الله سواء كان من كلام الخليل وحكاه الله عنه أو كان من كلام الله ابتداء على كل حال هو من كلام الله جل وعلا نعم له هذه الفقرة يا شيخ صالح يقول فيها العلم بلا إله إلا الله هل هو غريزي أم مكتسب العلم بلا إله إلا الله مكتسب بالتعلم لابد أن تتعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فلابد أن يتعلم معنى لا إله إلا الله ومقتضاها معناها لا معبود بحق إلا الله ومقتضاها أن يخلص العبادة لله عز وجل نعم بارك الله فيكم الأخت محمد تقول أرجو من الشيخ أن يتحدث عن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة استوفاها الحافظ عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأولها الإيمان به تصديقه فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع نعم نذكر السادة لإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد إرسال الرسائل النصية كما نود منهم أيضا أن يكتبوا للبرنامج بخط واضح وبأسئلة مختصرة فضيلة الشيخ هذا يسأل عن العمرة هل تكفي عمرة واحدة في العمر؟ نعم هذه فريضة العمرة الواحدة هذه فرض وما زاد عليها فهو تطوع نعم يقول لما سمي العلم براية؟ نعم لما سمي العلم راية؟ غاية؟ راية 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 العلم دراية دراية أو دراية نعم نعم سمي دراية لأنه لا يحصل إلا بالتعلم نعم وفقرته الأولى يقول ما مناسبة إنكار المعطلة للمحبة؟ لأنهم بزعمهم ينزهون الله عز وجل عن ذلك مثل سائر صفاهم يجحدون سائر الصفات وينكرونها فهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فلابد من الإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان بمقتضاها ومدلولها ولابد من التعبد بها ودعاء الله بها نعم بارك الله فيكم ورد حديث يا شيخ كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون نعم ورد هذا في الحديث كل ابن آدم خطاء يعني تقع منهم المعاصي والذنوب وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون من هذه الأخطاء وهذه الذنوب ويستغفرون الله سبحانه وتعالى نعم يقول يا شيخ هذا السائل ما فائدة علم الدائية بحال المدعو لأجل أن يبين له أن يبين له ما يخفى عليه وما يجهله من أمور الدين نعم الأخ أبو أحمد يقول ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاتي والبعير وتذهب أنتم برسول الله هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم لما وزع الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم وأكثر لهم العطاء لأجل تثبيتهم على الإسلام ولم يعطي الأنصار منها شيئا لأنه وكلهم على إيمانهم ولما حصل منهم بعض الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أقنعهم وقال هذه الكلمة أترضون أن يذهب الناس بالشاتي والبعير يعني يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المؤلف قلوبهم وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول أخبر أنه من الأنصار وأنه سيبقى في بلدهم ومعهم إلى أن يتوفاه الله عز وجل وقد وفى عليه الصلاة والسلام بذلك نعم هذا أحد الأخوة يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للمسلم بماذا يبدأ إذا شرح الله صدره للإسلام من الكتب الفقهية والتوحيد وغيرها عليه الكتب موجودة ولكن عليها أن يختار المعلم الناصح الناصح الفقهة ويتعلم عليه هذه الكتب والمعلم يختار له الكتب المناسبة لحالته نعم يقول يا شيخ هل شرائع أو شريعة من قبلنا شريعة لنا نعم شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه نعم بارك الله فيكم حديث يا شيخ إن المنبتة لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى المنبتة يعني المسرع في السير في السفر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق في المسير وأمر بالمسير في الدولجة وآخر النهار لأجل أن يسهل السفر فالمنبت هو الذي يكلف راحلته ويجهدها بالمشي والحمل فتعجز الراحلة وقد تسقط وتموت فهو لا أرضا قطع في السفر ولا ظهرا أبقى وهو رحله راحلته نعم الآية الكريمة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم عنت الوجوه يعني قصدت للحي القيوم وهو الله سبحانه وتعالى هذا في يوم القيامة عند قيام الساعة وقد خاب من حمل ظلم في هذا الموقف وخسر نعم فضيلة الشيخ يقول نحن في كل عيد أضحية نشترك بأضحية واحدة للأولاد والبنات في البيت لا بأس بذلك الأضحية تكفي الشات عن الرجل وأهل بيته كما في الحديث نعم يقول بأنهم يضحون يا شيخ يوم الثالث هل يكون هذا بمنزلة اليوم الأول من الأضحية نعم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله الحادي عشر العاشر أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث حشر نعم فضيلة الشيخ بالنسبة لصيام أيام التشريق لمن كان عليه قضاء لا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن الأولى أن لا يصوم أيام التشريق لأنها أيام عيد فلا يصوم هذا الأحسن وأما يوم العيد فيحرم صومه ولا يصح لكن أيام التشريق الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر فهي ينبغي للمسلم أن يتوسع فيها مع المسلمين ويفرح مع المسلمين نعم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن هذه المواقيت مواقيت الإحرام لما وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لأهل المدينة وادي العقيق لأهل نجد قرن المنازل ولأهل المغرب الجحفة ووقتها صلى الله عليه وسلم فقال هن لهن يعني هذه المواقيت لهذه البلاد وهذه الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فإذا جاء الشامي على ميقاتها النجد يحرم من ميقاتها النجد والعكس إذا ذهب النجد وجاء عن طريق أهل الشام يحرم من الجحفة وكذا نعم في الآية الكريمة في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ما سبب نزول هذه الآية شيخ؟ نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله قابلوه مقابل قبيحة وقذفوه بالحجارة وأدموا عقبه عليه الصلاة والسلام فإن الله جل وعلا جعل الجن بدلا منهم فآمنوا بالرسول لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر بمكان من طريق السيل المسمى الآن بيمانية والشامية صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في هذا الوادي فسمع الجن قراءته في الفجر فتباشروا وجاءوا واستمعوا لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا وذهبوا إلى قومهم فدعوهم إلى الله وأسلموا يا قومنا إننا سمعنا كتابا وانزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي يعني أوحى الله إليه أنه استمع نفر استمعوا إلى قراءة الرسول بوادي نخلة بوادي نخلة أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد وهؤلاء يقالوا لهم جن نصيبين من أرض العراق نعم فضيلة الشيخ أرسل أحد الإخوة بسؤال يقول ما هي شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله نعم شروطها كثيرة شروطها كثيرة مذكورة في كتب العقيدة شروطها أن يؤمن أن ينطق بها وأن يؤمن بها وأن يعمل بها وأن يعلمها وأن نعم طيب يسأل عن التعريف للحديث القدسي يا شيخ حديث القدسي ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى والحديث النبوي ما كان من كلام الرسول معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى سمعه جبريل بلغه للرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول ما الفرق بينه وبين القرآن الكريم كما ذكرنا أن القرآن الفرق بين إيش بين الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الحديث هو السنة النبوية من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فلفظها من الرسول ومعناها من الله أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا يا شيخ هل جميع الحديث القدسية صحيحة؟ فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن هي تختلف مثل سائر الأحاديث شاب في الثلاثين لم يتزوج ولم يحج بأيه ما يبدأ؟ إن كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج من الوقوع في المحرم فإنه يقدم الحج أما إذا كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الزواج وإن كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج نعم يا شيخ عندهم هؤلاء آنية من الذهب يقول نستخدمها وهي هدية عندنا هل يجوز استخدام آنية الذهب؟ لا يحرم على المسلم آنية الذهب قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا عن الكفار ولكم في الآخرة نعم بارك الله فيكم هذا الأخ شيخ صالح يقول حدثونا عن الإرادة وعن أنواعها الإرادة نوعا إرادة كونية إرادة كونية وهذه لا بد من وقوعها وهذه قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها وأما الإرادة الشرعية فهي يحبها الله إرادة الشرعية يحبها الله سبحانه وتعالى وقد تقع وقد لا تقع بخلاف الإرادة الكونية فإنها لا بد من وقوعها نعم هذا أرسل بسؤال عن سب الريح يقول ما الحكمة من النهي عن سب الريح لأن الريح مخلوقة ومدبرة فإذا سبها سب الذي أرسلها ودبرها وهو الله سبحانه وتعالى نعم في الآية شيخ يظنون بالله ظن الجاهلية غير الحق غير الحق نعم نعم هذا في غزوة تبوك وهي بعيدة ووقت الصيف والحر قالوا لا تنفروا في الحر لأنها بعيدة وصيف وأيضا الروم العدو قوي وهم الروم فهم يخذلوا عن الخروج لغزوة تبوك والمنافقون وأما المؤمنون الصادقون فإنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا معه وصبروا فنالوا الأجر والثواب من الله وعادوا سالمين ولله الحمد نعم جزاكم الله خيرا الشيخ صالح ونسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ووحدة كلمتها ووحدة صفها واجتماع كلمتها إنه سمع مجيب كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق رجال أمننا البواسل في الداخل وعلى الثغور وهم يحمون هذه البلاد المباراة لعل لكم ختام في هذا اللقاء الشيخ صالح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذه البلاد آمين من كيد الأعداء آمين وأن يحوطها بنصره آمين وعنايته آمين وأن يرد عنها كيد الحاسدين آمين وحقد الكافرين آمين وأن يحفظها بحفظه ويحوطها بنصره آمين وأن يحفظ ولاد أمورنا آمين ويعزهم يعزهم بدينه والعمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيري الشيخ صالح وشكرا لفريق العمل في هذا البرنامج برنامج فتاوى من الإدارة الدينية من المعدين والمخرجين والمصورين أنقل لكم تحية زميل السلطان الأتيبي الذي أخرج هذه الحلقة أما أنا فأقول لكم استمروا في طاعة الله فإن السعادة كلها في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته